مرحبا مواليد برش الشدي كيف بدي يكون شهر أدار مارس 2024 شوفي عنا في هذا الشهر هذا الشهر هو شهر جيد جدا للكم في حركة كتير ناشطة كتير قوية انتو مواليد برش الشدي جميلا دخلتوا بفترة ممتازة وحلوة تخلصتوا شوي هلأ حاليا مرتحين انتو من تأثيرات بلوتو فهي فترة انتراج فاستفيدوا منها بقدر المستطاع كلكم يعني من مواليد واحد لاتمنتعش كانون الثاني يناير لازم تستفيدوا حتى مواليد تسعتاش وعشرين استفيدوا جدا 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 كل لحظة حلوة فعلا هي ثمينة جدا الجزء الاول انو دايما انا بقصم الشهر الى جزئين الجزء الاول من تاريخ واحد حتى تاريخ عشرين الاربعة ساعة خمسة وعشرة فجرا هالفترة الشمس موجودة برش الحوت ركد للامور كل شي بيركد كل شي بيمشي بسرعة بسهولة تنساب الامور طبعا يالي محضر حاله بيوصل لهدفه بطريقة سريعة ونشيطة ومهمة ما بيتأخر في عنا الشمس الموجودة برش الحوت هو البيت التالت سرعة في سير الامور القدرات يالي عندكم اياها لتشهلوا بعملكم لتلاقوا حلول لتتنقلوا ما بتتزمروا ما بتتزمروا من اي شيء لكن معرضين لكثرة العمل والركض والدرس والاهتمامات ان كانت عائلية او شو ما كان احتمال انه انتو تتعبوا شوي لكن المسألة عابرة امر جديد بتاريخ عشرة بالبيت التالت قد يحمل خبرا انه علاقة بشغل بسفر او يمكن بمسألة مهنية او دراسية وهي فترة ايجابية بدرجة لازم نذكر انه في تأثيرات اكثر من رائعة من المشتري واورانيوس لبرشكن وفي عنا مساعدة لالكن ايضا هذا الشهر كل هذا الشهر من الزهرة والموجود ببرش الحوت اوكي هايدي فترة كمانة بعتبرها مميزة منروح للجزء التاني الجزء التاني يبدأ مع بداية فصل الربيع اي فجر يوم الاربع عشرين يعني الساعة خمسة وعشرة صباحا توقيت بيروت حتى اخر الشهر هذا هو الجزء التاني الشمس بتكون ببرش الحمل معه طارد البيت الرابع هوني كل شي تعبته فيه وسهرته فيه واشتغلته فيه وسافرته فيه وحضرته وعملته ودرسته ونجحته وتخرجته الجزء التاني بتحسه بشوي التعب وبترجعه بتبلشه يمكن لانه بتفطه شوي بتحسه بشوي التعب وتبلشه وتفكره ويمكن تعتله هم شوي خاصة بالايام الاقل حظا هوني كمان لازم نذكر انه بتاريخ خمسة وعشرين في عنا اكتمال للامر في برج الميزان البيت العاشر صار في عنا شوية ضغوط مهنية اجتماعية عائلية عاطفية زوجية بدنا ننتبه لصحتنا وبدنا نبعد عن المشاكل خاصة كمان الامور المنزلية العقارية واوراق معينة بدنا ننتبه لالا الامر المكتمل ببرش الميزان بالبيت العاشر قد يطلب منكن انه تحطوا اهتمام اكتر بطلتكن على اي منبر مهني او اجتماعي وايضا بتكون تنتبهوا لبعض الامور العائلية لانه البيت العاشر يشير ايضا الى احد الوالدين وفي خصوف هونيك فظلكن واعيين حاولوا تكونوا دايما عم تشتغلوا بطريقة مرتبة وما تتركوا حالكن ابدا لاخر تكي كل هذا الشهر من اوله لاخره انا بعتبره مميز وحلو للشخص يلي بيشتغل قبل بوقت بيرتب عمله النجاح من ايدكن والاخبار السارة لالكن رح عطيكن التواريخ الاكثر حظا والاقل حظا لتعرفوا تختاروا اوقاتكن وما تنسوا التوقيت هو توقيت عالمي يعني بتزيدوا ساعتين بتاخدوا توقيت بيروت منبلش مع الايام الاكثر حظا من تاريخ اربعة الساعة تمانية عفوا الساعة تسعة وربع مساءا حتى تاريخ سبعة وحدة فجرا هيدا الامر ببرشكن فترة رائعة عنا تاريخ تلتاش من الساعة وحدة فجرا حتى تاريخ خمستاش تلاتة وثلاث فجرا عنا تاريخ ممتاز تاريخ اتنين وعشرين من ثمانية الى ربع صباحا حتى تاريخ اربعة وعشرين تمانية واربعين دقيقة مساءا منروح الايام الاقل حظا تاريخ 2 من الساعة 2 بعض الظهر حتى تاريخ 4 تسعة وربع مساء عنا تاريخ متعب هو تاريخ 11 من الوحدة فجرا حتى تاريخ 13 وحدة فجرا تاريخ متعب تاريخ 17 من العشرة الربع صباحا حتى تاريخ 19 سبعة ونص مساء تاريخ متعب تاريخ 24 هيدا الفلمون اكتمال الامر والخصوف من تاريخ 24 من 48 دقيقة مساء حتى تاريخ 27 الساعة 9 صباحا فترة فارغة من الحظوص كونوا حذرين فترة متعبة هو تاريخ 29 من الساعة 8 مساء حتى اخر الشهر خلونا نشوف مين الاكثر حظا من المشتري وأورانيوس مواليد 2 لـ 8 كانون الثاني يناير بتاخد ايجابيات وحظوص من المشتري ومواليد 9 لـ 12 كانون الثاني يناير تأثيراتها الحلوة من أورانيوس تابعوني مع الأبراج اليومي والأسبوعي للمزيد من التفاصيل بي بي